اشتركوا في القناة في لقاء متجدد من نجوم من الكنانة كلنا يعرف أثر بركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيده الله بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة وجعل دعوته للناس كافة كما قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوته أرسى قواعد الأخوة الإسلامية الحق فلا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي ولا رئيس ولا مرؤوس ولا حر ولا عبد كلهم عند الله سواء انطلقت الدعوة فانطلقت هذه الحقائق وهذه المبادئ محمد في فم الغار مؤترف في كفه الدهر والتاريخ والصحف مزمن في رداء الطهر قد صعدت أنفاسه في ربوع الكون تأترف من الصفاء من سماء البيت جل له نور من الله لا صوف ولا خصف فأشرقت نسمات الوحي وانقشعت وظل ما نسج الباغون واقترف أنا الجزيرة في عيني عباقرة الفتح والروض والعمران والشرف أنا الجزيرة بيت الله قبلتها وفي حما عرفات دهرنا يقف تاريخنا أنت أمهرناك أنفسنا نمضي على قبسات منك أو نقف فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف معالم عظيمة برزت في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أبرز هذه المعالم كما نعرف أن هذه الدعوة لم تكن للعرب خاصة لم تكن لقومه خاصة بل كانت للناس كافة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعثت إلى الأحمر والأبيض إلى فارس والروم وأعطي الكنزين الأحمر والأبيض دلالة على أن فتوحاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستصل إلى هذه الأماكن فقد أخبر كما في صحيح مسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله زوى له الأرض جمع له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وإنه قد أعطي الكنزين الأحمر والأبيض بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار فهذه وغيرها كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من همه الذي حمله الله إياه أن تنطلق دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها أن تنطلق دعوته إلى سائر أنحاء المعمورة أرض مصر أرض الحضارات القديمة أرض مصر أرض الديانات العديدة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إليها على أنها من أهم البلاد التي ينبغي أن يُعنى بها المسلمون كاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقوقس وكانت هذه المخاطبات والمراسلات بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين المقوقس أدت إلى فتح هذه الدعوة أدت إلى إرسال الرسل بعد ذلك والجيوش إلى فتح مصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يكاتب الرسل ولم كان يكاتب الملوك والدول كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الرد ينظر إلى الخطاب الذي يأتيه فلما لم يحسن الرد هرقل ولا كسرى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر فلا قيصرى بعده المقوقس كان ملكاً لمصر كان نائباً لهرقل على أرض مصر لما كاتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرسل إليه يدعوه إلى الإسلام رد رداً حسناً نعم هو لم يسلم لكنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدايا كان من جملتها جاريتان الأولى هي مارية القبطية أم إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأخرى سيرين تزوجها حسان بن ثابت رضي الله عنه وأنجبت له ولده عبد الرحمن هاتان الجاريتان كانت عربون إخاء بين المقوقس وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك بأهل مصر خيرا روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم ستفتحون أرض مصر أرض يذكر فيها القيرات فإذا جئتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيها ذمة ورحما هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر بالإحسان إلى أهل مصر لأمرين أما الأمر الأول فالذمة وأما الأمر الثاني فالرحم فالذمة لأبينا إسماعيل وأمه هاجر وأما الرحم فهي مارية القبطية فمع كونها أمه جئ بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنه عليه الصلاة والسلام راعى هذا الرحم لا سيما وأنها أم إبراهيم ولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة السابعة من الهجرة ومكثت عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي عنها ثم مكثت في زمن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق ثم في زمن عمر رضي الله عنهما حتى توفيت في السنة السابعة عشر من الهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه فأكرمها عمر غاية الإكرام وكان يحسن إليها ويوصي بها خيرا لأنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام فلما ماتت دفنت في البقيع مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين ومن معالم عمل الصحابة رضوان الله عليهم بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جرى بعد موته عليه الصلاة والسلام وبعد أن قام الصحابة رضوان الله عليهم بالفتوح حتى دخلوا مصر وفتحوا مصر مدينة تلو مدينة وإقليما تلو إقليم حتى وصلوا إلى محافظة المينية فقدموا على تلك القرية التي خرجت منها مارية القبطية رضي الله عنها كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه من جملة الجيش الذي دخل مصر ومن جملة الجيش أيضا الذي دخل المينية فلما قدم إلى تلك القرية تذكر وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم ستقدمون أرض مصر أرض يذكر فيها القيرات فإذا دخلتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيها ذمة ورحما فهو تذكر الرحم هنا تذكر مارية أم المؤمنين تذكر أم إبراهيم فبنى مسجدا في هذه القرية ثم عرفت هذه القرية بعد ذلك بقرية الشيخ عبادة نسبة إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه مارية القبطية صاحبة الرحم لأهل مصر كانت قد أنجبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولده إبراهيم لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أحد من أولاده حي إلا فاطمة رضي الله عنها ففرح عليه الصلاة والسلام بقدوم إبراهيم حتى بلغ من العمر سنة ونصف ثم توفاه الله عز وجل فضجت المدينة وظنوا أن كسوف الشمس إنما كان لموت رجل عظيم وهو إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الاعتقاد الجاهلي وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة عمل الصحابة رضوان الله عليهم بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل مصر وكان شغلهم الشاغل أن يصل الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل مصر نعم لم يتمكنوا من ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكن لما جاء زمن عمر رضي الله عنه وبدأت فتوحات المسلمين تنطلق نحو المعمورة ففتحوا العراق وفتحوا الشام وبدأت بعد ذلك دعوة المسلمين إلى مصر بدأت الجيوش الإسلامية تستعد في الانطلاق إلى مصر فكيف استطاع المسلمون أن يفتحوا مصر في زمن عمر رضي الله عنه من الذي قاد هذه الجيوش وما هي الصعوبات التي واجهت المسلمين هناك كل هذا وغيره سنعرفه بإذن الله تعالى من نجوم من الكنانة في حلقة مقبلة بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة